لا يعب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفزقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون عقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أعد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تمزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غيظا فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بوتانا عظيما وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح حيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما فلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنك وما قتلوه يقينا ضر فعل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا عرمنا عليهم طيبات أعلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الزبا وأخذهم الزبا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمكتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا حظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلب الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله عجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشعر بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يثيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالعبط من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ضرور منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين أعملوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم ترجمة نانسي قنقر